السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ فيديو اليوم يخص مدد اللغة العربية للمستوى أول آداتي قراءة وظيفة ذكرى مراكش الحمراء على برقتي دا ذكرى مراكش الحمراء ماذا تخط يراعة الشعراء الوصف فوق بلاغة الفصحاء ماذا تخط وما يفيد بيانها في منشأ العظماء والأمراء مراكش مهد النبوغ ومطلع ومطلع العلماء والأدباء والنبغاء ومهارة في الفن تغلب من يرى أثرها من مظهر وبناء ومنارها الكتب يؤعد مشاهد إن قيل أين مآثر الحمراء هو آية في الفن ينبئ من أتى عن من مضى وكفى به للرأة وبها القصور الشامخات إلى السماء وتكاد تلمس هامة الجوزاء جمعت من التنميق والإبداع ما ينبيك عما كان للآباء هذا البديع المزدري بجماله وجلاله ما كان في الزهراء كم قيل في ساحات مقصوراته من خطبة وقصيدة عصماء وبها البساتين التي احتفت بها وكأنها لبست أرق ملاء والنخل يندر للوفود مرحبا والبنز والسفصاف كالرقباء أتعرف الشاعر ولد الحسن البنعمانير سنة 1910 بنواحي تيزنيت من أسرة عالمة جليلة القدر تعتبر من الدعائم الكبيرة لثقافة العربية الإسلامية من الجنوب المغربي نشأ متأثرا بجو الأسرة العلمي والديني وبعد أن تعلم في مدار السوس رحل إلى مراكش ومنها إلى فاس طلبا لمزيد من العلم والتحصيل البنعماني فقه عالم وشاعر أديب شغل مناصب عديدة تعليمية وقضائية وإدارية توفي سنة 1982 ميلادية أكتشفوا الناس أولا بماذا تحي لك كلمة ذكرة الإجابة الذكرة هي ما يطبع في الداكرة وما يبقى فيها أعيد الذكرة هي ما يطبع في الداكرة وما يبقى فيها ثانيا ما المآتر التاريخية لمدينة مراكش المذكورة في النص الإجابة على السؤال الثاني هي منارة الكتبية بالإضافة إلى القصر البديع المآتر التاريخية لمدينة مراكش المذكورة في النص وهي منارة الكتبية بالإضافة إلى قصر البديع ثالثا أوجد أو أوجد العلاقة بين النص وعنوانه ومشاهده الإجابة على السؤال الثالث هي علاقة التكامل وترابط إذ تزمحور كلها على مدينة مراكش هي علاقة تكامل وترابط إذ تزمحور كلها على مدينة مراكش المعجم يراعة قلم بيان منطق فصيح ينبئ أنباء إنباء يخبر الهامة الرأس أو أعلى الشيء الجوزاء برج من بروج السماء الزهراء مدينة أترية بدواحي قرطبا بالأندلس بناها عبد الرحمن الأموي قصيدة عسماء قصيدة ممتازة ومتفردة ملاء مفردها ملاءة ما تلتحف به المرأة وتغطي به جسدها البنز وصفتاف نوعان من الشجر الفهم والتحليل أولاً بما استهل الشاعر قصيدته الإجابة استهل الشاعر قصيدته بأسلوب استفهم ماذا؟ تانياً كيف وصف الشاعر منارة الكتبية؟ وصفها الشاعر بكونها أعدم مشاهد على مآتر مدينة مراكش إعادة الجواب وصفها بكونها أعدم مشاهد على مآتر مدينة مراكش ثالثاً ربط الشاعر بين القصور التاريخية وبين الآباء والأجداد واضحي ذلك الربط واذكر أو اذكري اسم بعض تلك القصور الإجابة على السؤال الثالث ربط الشاعر بين القصور التاريخية وبين الآباء والأجداد كيف ذلك؟ وذلك يتجلى هذا الربط في الإشارة إلى كون الأجداد والآباء استغلوا ساحات هذه القصور من أجل إلقاء الخطب والقصائد أعيد الإجابة على السؤال الثالث من الفهم والتحليل يتجلى هذا الربط في الإشارة إلى كون الأجداد والآباء استغلوا ساحات هذه القصور من أجل إلقاء الخطب والقصائد رابعا انتقل الشاعر في البيتين الأخيرين إلى مجال آخر ما هو وكيف عبر عنه رابعا انتقل الشاعر في البيتين الأخيرين إلى وصف الطبيعة من خلال البساتين والنخل مستعملا ظاهرة الإنزياح لإضافة صفات إنسانية إليها وعيد انتقل الشاعر في البيتين الأخيرين إلى وصف الطبيعة من خلال البساتين والنخل مستعملا ظاهرة الإنزياح لإضافة صفات إنسانية إليها خامسا ما هو الجانب الذي تم الشاعر بوصفه أكثر وكيف تبررين ذلك سادسا أعيد أو أعيدي سياغة أهم الأفكار القصيدة في فقرة متكاملة سادسا بدأ الشاعر قصيدته بأسلوب استفهامي متسائلا عما يتحدث به الشعراء عن مدينة مراكش لينتقل بعد ذلك إلى وصف مآترها التاريخية كمنارة الكتبية التي وظفها بكونها أعظم شاهد على مآتر مدينة مراكش ليصف بعد ذلك قصر البديع والإشارة إلى استغلال ساحته من طرف الأجداد والآباء لإلقاء الخطب والقصائد وليختم قصيدته بوصف المناظر الطبيعية لمدينة مراكش من بساتين ونخيل أعيد الجواب البيت السادس بدأ الشاعر قصيدته بأسلوب استفهامي متسائلا عما يتحدث به الشعراء عن مدينة مراكش لينتقل بعد ذلك إلى وصف مآترها التاريخية كما نارت الكتبية التي وصفها بكونها أعظم شاهد على مآتر مدينة مراكش ليصف بعدها قصر البديع والإشارة إلى استغلال ساحته من طرف الأجداد والآباء لإلقاء الخطب والقصائد وليختم قصيدته بوصف المناظر الطبيعية لمدينة مراكش من بساتين ونخيل التدوق أولا يكرر الشاعر بعض المعاني في قصيدته أذكر أو يذكري نموذجا منها ثم بين أو بيني فائدة ذلك التكرار يكرر الشاعر الاستفهام في بداية القصيدة ماذا تخط والغرض منه التأكيد عن عرز الكاتب والشعراء عن وصف مدينة مآتر مدينة الحمراء من مآتر أولا يكرر الشاعر الاستفهام في بداية القصيدة ماذا تخط والغرض منه التأكيد على عرز الكتاب والشعراء عن وصف مآتر مدينة الحمراء من مآتر ثاريخية وإلى غير ذلك ثانيا استخرج أو استخرجي من القصيدة بعد تشبيهات ثم وضحها أو وضحها التشبيه آية في الفن تكاد تلمسها متى الجوزة كأنها لبثت أرق ملاء البنز والصفصاف كالرقباء ثالثا في بعض أبيات القصيدة يصور الشاعر المدينة أو بعض معالمها كما لو كانت إنسانا حيا أي شخصها اعطي أمثلة لذلك التشخيص من النص الإجابة على السؤال الثالث التشخيص يوجد في البيت الأخير والنخل ينظر للوفود مرحبا والبنز وصفصاف كالرقباء التعريف بالشاعر الحسن بنعماني من مواليد سنة 1910 ميلادية بنواحية إذنية المغربية من أسرة عالمة جليلة شأن تعتبر من التحائم للثقافة العربية الإسلامية في جنوب المملكة المغربية نشأ متأثرا بالجو الذي عاجه أثناء طفولته وبعد أن تعلم في مدار السوس رحل إلى مراكش ومنها إلى فاس طالبا المزيد والمزيد من العلم والتحصيل والمعرفة البنعماني فقيه عالم وشاعر أديب شغل مناصب عديدة متنوعة ومختلفة والتعليم والإدارة والقضاء توفي رحمه الله سنة 1982 ميلادية العنوان ذكرى مراكش الحمراء عنوان مركب تركيبا إضافيا ووصفيا يدل على المدينة المغربية الواقعة في جنوب صفوح الأتلس التي أسسها يوسف بن تشافين سميت بالحمراء لبيوتها المطلية باللون الأحمر نوعية النس النس عبارة عن قصيدة شعرية عمودية البناء داد طابع تاريخي وحضاري الصورة المرافقة للنس تمثل مشهدا من قصر البديع والمنارة والنخر الذي يميز مدينة مراكش الشروحات اللغوية يراعة، قلم، بيان، منطق فصيح ينبئ، يخبر، ألهام، الرأس أو أعلى الشيء الجوزاء برج من بروج السماء قصيدة عصماء متميزة فريدة ملاء ما تلتف به المرأة الفكرة العامة إعجاب الشاعر بمدينة مراكش نظرا لما تمتز به من فن معماري عجيب ممثل ومخلد في منارة الكتبية الوحدات والأفكار الأساسية المقطع الأول من البيت الأول إلى البيت الرابع عرص القلم عن وصف ما تدخل به مدينة مراكش من آثار وبناء المقطع الثاني من البيت الخامس إلى البيت الثامن وصف الشاعر لمنارة الكتبية الذي يعد أعظم مآثر مراكش المقطع الثالث من البيت التاسع إلى البيت الثاني عشر وصف الشاعر قصر البديع والإعجاب بجماله ومقصوراته التي تفوق ما كان في الزهراء الفكرة العامة يتغنى الشاعر بمدينة مراكش الحمراء التي تفتخر بمآتها الخالدة وطبيعتها الجميلة وحدات النص الوحدة الأولى من البيت الأول إلى البيت الثاني تعبير الشاعر عن عرصه عن وصف مآتر مراكش الوحدة الثانية من البيت الثالث إلى البيت العاشر وصف المعالم العمرانية والتاريخية مثل المنارة الكتبية وقصر البديع الوحدة الثالثة الأبيات من 11 إلى 12 وصف بساتين مراكش التي تضم أنواع كثيرة من الأشجار مثل النخلي والصفصافة أساليب النص التشبيه آية في الفن تكاد تلمس هامة الجوزة كأنها لبست أرق ملاء البنز وسفصاف كالرقباء أسلو الإسفهم ماذا تخط يراعة الشعراء أين مآثر الحمراء المجاز النخل ينظر للوفود مرحبا التركيب يتغنى الشاعر بمدينة مراكش مفتخرا ببعض مآثرها التاريخية التي يعجز القلم عن وصفها لعظمتها ومهارة فنها مثل منارة الكتبية وقصر البديع الذي يضاهي مدينة الزهراء بالأندلس والذي كان مصرحا لإلقاء القصائد الشعري العصماء ثم ينتقل الشاعر ليتغنى بجمال طبيعة مراكش وبساتنها الغنى وأشجارها ونخلها ويضفي الشاعر على العناصر التي وصفها في قصيدته صفات بشرية مثل هو آية في الفن ينبئ من أتى تكاد تلمس هامة الجوزاء البديع المزدري بجماله ما كان في الزهراء البتاتين احتفت النخل ينظر للوفود مرحبا إلى هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد بالتوفيق للجميع دمتم في رعاية الله وحفظه